مع حلول شهر رمضان استياء كبير لدى أهالي ديالة من غزو الأسواق بالبضائع المستوردة وخلوها من المنتج العراقي الذي أصبح أمنية لهم متسائلين أين ذهب المنتوج ومن المستفيد من هكذا عمليات لضرب وتدمير الاقتصاد العراقي فيما أكد مختصون بأن عمليات الاستيراد العشوائي لا سيما بوجود متنفذين وعصابات تقف خلف هذا الملف أثر سلبا على إيقاف المعامل والمصانع وزيادة العاطلين عن العمل لا سيما بأن الوزارات المختصة ولسنوات عدة لم تتخذ أي إجراءات لينعاش المنتوج المحلي الوزارات المعنية كالتجارة والصناعة وغيرها من الوزارات التي تهتم بعملية الاستيراد العشوائي للعراق هي من تقف دون إكمال مشروع النهوذ بالواقع المنتج المحلي والمصانع المحلية بالعراق فيما أعلنت إدارة قضاء بعقوبة بأن أكثر من أربعمائة معمل توقف عن العمل وحوالي خمسة عشر ألف عامل تم تسريحهم من العمل ولا بد من دعم هذه الثروة الوطنية مطالبة الجهات المختصة بدعم هذه الثروة التي لو استغلت لأنعشت الاقتصاد في عموم العراق أكثر من أربعمائة معمل محلي في بعقوبة وأطراف بعقوبة توقفت بعد عام 2003 أدت إلى حقيقة قطع أرزاق أكثر من خمسة عشر ألف عامل كانت تعمل في هذه المعامل بالنتيجة مطالبتنا أن تكون رعاية خاصة لهذه الثروة ودعم المنتج المحلي والصناعة المحلية من خلال غلق الحدود مع دول الجوار وكذلك رفع التعريفة الكمرقية أن خطر الاستيراد يتمثل بتحجيم دور الصناعة والزراعة ومجمل النشاطات الاقتصادية العراقية ومطالبات بدعم الصناعات المحلية لأن سياسة الانفتاح في الاستيراد أدت إلى توقف مئات المصانع والمعامل وزادت من أعداد العاطدين عن العمل من محافظة ديالة حسن الشمل التغيير الفضائية